قالوا لي يا أحمد أنك بكيت لما عرفت أنك رح تكون ضيفة إيه أنه حبيت أنه أجل عندك أنت كثير أنك شفت أنه على المقطع بين كيان وآيان أنه حبيت كون نفسهم وبكيت يوميتها أنه حبيت أتقال الله بيتمناني أن نفسهم بصير تمنات أنه تكون ضيفة لحتى تصير مشهور مثلهم إيه أوكي نحن الليلة حقنا لك هذا الحلم خصوصا بزمن الميلاد حلو دايما نفكر بالأطفال وين ما كانوا أنت طفل من سوريا صح؟ من وين من سوريا أحمد؟ من حمص وأنت بتشتغل أحمد؟ إيه شو بتشتغل؟ أنه كنت بيع أنا خبز مرقوق وكنت أفتل على العالم أنه بوزع خبز مرقوق الصباح بعد الساعة سابعة الصباح ببلش بروح ببيع بيحمل شانتا بحط في خبز بشتري بس ببيع من طيل الزلمة أما جيت فترة بطلت منه ببيع خبز مرقوق صرت بيع ورد ولوتو صرت لنه ببيع ورد للعالم وبصير بني بس بيع ورد بقوله بتعرف غني وبغني له كانوا بيحبوا صوتي كتير إني وببلش بغني لن بزر بغنلين لن وببيع ونن وبطلع الوادي يام ببيع لوتو ببيع ورد وبجي ليه بتشتغل يا أحمد أنت؟ إنشان عايش أخواتي أنت بدك تعايش أخواتك؟ قدي عمرك؟ 11 سنة ابني 11 سنة بده يعايش أخواته؟ وين البابا والماما؟ الماما بالبيع تصاب يوم الحرب بسوريا بس أنه بتشتغل بتخذي عليه أنه عمليته وأنا بشتغل عنه أنت ما رحت عالمدرسة؟ أنا لأ في حد غيرك بالبيت بيشتغل؟ لأ أنت الوحيد اللي بتشتغل؟ يعني أنت اللي بتجيب المساري للبيت وبياكلوا وبيشربوا وعايشين من وراك أحمد؟ عمل يا إيه أدي بتطلع بالنهار أحمد؟ كنت طالع أنا عام كتير كان بأنه بيحبوا صوتي كنت طالع مثلاً 600 700 800 ألف إيك شو بتعمل فيهون؟ بطيل لأم يومي بتجيبنا أكل اللي بتعطيون لأمك ما بتخبي شي لألك ما بتشتري لعبة لألك تشتري تيب لا ولا مرة أنا بحب كتير هيك بس المهم أنه بعيش أخواتي وأنا ما بدي لأي لعب ولا شيء المهم بس أنه عيش أخواتي أحلى عيشي وأنا بعدين الله زكاة تبنى نصيب بيش ليش يحل بيش